رغم حصول أربعين مليون شخص في بريطانيا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا إلا أن البلاد سجلت ارتفاعا في معدل الإصابات الجديدة على مدار الإسبوع الماضي حيث تم تتجيل ما لا يقل عن ثلاثة ألاف إصابة جديدة بشكل يومي مما دعا بعض العلماء إلى طلب تأجيل رفع إجراءات الإغلاق العام والمقرر في الحادي والعشرين من هذا الشهر يجب أن ندرس البيانات ونعرضها على الناس هل برنامج اللقاحات يسير كما هو مخطط؟ نعم هل اللقاحات فعالة؟ نعم لكن هل أعداد الإصابة ترتفع بشكل لن يسمح لنا بالاستمرار في رفع الإغلاق العام بسبب ارتفاع نسب مرضى المستشفيات؟ لكننا سنتأكد يوم الرابع عشر من يونيو نسير ببطء وبثبات تأجيل موعد رفع جميع إجراءات الإغلاق العام قد يسبب تخبطا اقتصاديا وخصوصا في قطاعات الضيافة والترفيه التي ما زالت تتعافى من آثار الجائحة أعتقد أن الأمر يزداد خطورة الإصابات في ارتفاع ونرى أن المطر يحوم حولنا رأينا نفس المشهد في نوفمبر العام الماضي أن رفع الإغلاق العام ليس بالقرار الحكيم الآن هناك الكثير من التحورات في الفيروس آخرها هو اكتشاف تحور آخر في فيتنام في حال حدوث موجة ثالثة كبار سن أنثال هم الذين سيعانون أكثر وزارة الصحة البريطانية أرجعت ارتفاع الإصابات إلى النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا والمنتشرة في شمال غرب إنجلترا الحكومة البريطانية لا تريد أن تضع نفسها في مأزق سياسي واقتصادي آخر وعليه فإن التروي في اتخاذ قرار رفع جميع إجراءات الإغلاق العام نهائيا آخر هذا الشهر هو أمر مصيري من لندن أحمد العناني العربية